دي كاميرا بتانا بس العدسة بتاعتك اندسة او دي العدسة بتاعتي طب هل العدسة بتاعتك هكي تفس الصورة دي كان برضو؟ لا صباح ليه بقى؟ عشرة بتاعتك العدسة عندكم فايف خمسة دي اتنين فاصل ثمانية كل ما اختار العدسة قالت كل ما الكوتر زي المفروض يا جدعي ان انا جايبه اصلا عشان افهم منه في الديشتر الماركتينج هو من دلوقتي يسألني بوضوع الكاميرا بطي ارحب الفكر تسامينا وسمت في الافق مساعينا بالعلم سترقى امتنا السلام عليكم و انا لديكم فيديو جديد يعني انا مستضيف فيه واحد بصراحة من انجح الناس في مجال دي جيتال ماركتينج الاساس محمود سعيد محمود عمل ايه؟ والله كنت حايف بس كده اسألك كام سؤال عشان برضو الناس تبقى فاهمه وعرفه في موضوع دي جيتال ولو حد حال بيبدأ في المجال وليه المجال ده مهم اصلا وشوية اسألك كده مستعد امعلم؟ ان شاء الله ولا ايه الدنيا؟ لا تحفظ ماشي حدا معاك باقول ساعد ليه بتنصح الشباب ان تتعلم او تبدأ في دي جيتال ماركتينج؟ يعني دلوقتي اي حاجة بقت اولاين يعني خصوصا بعد كورونا يعني كورونا لما وضوه الحزرات طبق غالبيتنا كنا عادين في بيوتنا وكل حاجة كانت بيتم اولاين سواء مثلا كنا نطلب الاكل اولاين التعليم اه الشغل كانت غالبية يحاول كلها كانت اولاين لا بهم يعني هو الاولاين دلوقتي هو المستحمس على الساحة اصلا بالفعل واي حد خارج المجال ده خسران كتير نعم خصوصا في الاستخدام الصحيح مظهر انا شاف ان استخدامنا اصلا الانترنت اسوأ ما يكون يعني فيه ناس كتيرة بتعيف الانترنت كانترنت يقولك انت اسمعني يقولك ايه الانترنت ده حاجة وحشة جدا لا هو الانترنت مفيد جدا لاغن عنه ولكن استخدامنا ليه هو اللي بيسوق صورة الانترنت اكيد بس الحمد لله في تحصن على الاول يعني مثلا زمان الناس اللي كانت بتعود نت يقولك ده بيقعد يعمل شات ده بيقعد يعمل ده بيقعد يعمل ده بيقعد يلعب جيمز ده كذا انما دلوقتي لأ فيه ناس مثلا بقى شغلات بقى شغلانتها لأسية الانترنت يعني مثلا ممكن تنس ناس جرافيك ديزاين ارزي شغالين ناس مثلا سوشال ميديا ناس مبرمجين بل بالعكس دلوقتي مثلا فيه بعض الاباء والأمهات بيعترفوا بالشغل صح دي كانت معضلة زمان ما كانش حد من الاباء بيعترف دي نقطة دي كان عندهم من الفكرة انك لازم تنزل وتشتغل وتتعب عشان تجيب الجنيه وإلا ما تبقى انت كده عاد بتتعب من البقى للنقطة التانية وهي يبدأ ازاي ايه هو يعني الستارت الصحيح او البداية الصحيحة في المجدد بص هو البداية الصحة في المجال بتاعنا فيها اكتر من جزئين الجزئين لابدين المجال بتاعنا فيه جزيتين مهمين الاول حاجة اللي هو الجزء العلمي انت تكون عارف شوية معلومات عن المجال تاني حاجة الممارسة بقى انت تشتغل بالمعلومات اللي انت اكتسبتها باختصار فيه قنوات كتيرة وفيه مركز كتيرة وفيه معلومات كتيرة تقدر توصل لها بس انا شايف مش هي دي الصعوبة الصعوبة انت تلاقي ناس متخصصة في المجال تتعلم منهم زي مثلا يقول لك مثلا يقول لك مثال بسيط واحد عايز تعلم اي حرفة وعايز تعلم اي مهنة معينة يقول والله يا روح انزل مع المعلم ده سنة سنتين هتفهم كل حاجة كذلك برضو المجال بتاعنا المجال ده يفضل انت تعلمته من شخص والشخص ده يكون ممارس وفاهم ده هيسهلك كتير جدا 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 فالافضل ان انت تدخل لك مثلا كورسين تلاتة اولاين وتدور على اي شركة بتتدرب فيها وتنزل تمارس المجال بنفسك طيب تمام ده تاني سؤال وعجابة منطقية مقنعة جدا تالت سؤال انا خلاص دلوقتي بدأت وتعلمت وجالس ازاي ابدأ اشيال شغل ازاي ابدأ اشتغل اه انا رأيه ما تستعجلش خليك يعني صبور جدا في النقطة ديت وما تشيلت شغل الى لما انت تكون قده تكون فاهم السوق ماشي ازاي ان انت تأخر الخطب ديتها قده ما تقدر ليه بقى؟ لان الناس بتفرح بالربح السريع ومثلا كان شغل في شركة الشركة ديت بتعمل لوجو مثلا بخمسين ألف قال لك لا اخو اصلا همسي بالشغل وعمل لوجو زي زيون بخمسين ألف لما مشي بالشغل لقى الموضم مش كده خاص لان الشركة اللي بتعمل لوجو بخمسين ألف ديت الشركة بقالها عشرين و تلاتين سنة وبتعمل شغل عملاء كبار وان هي مسلا عملاء دولار مسلا عاملين معها تعاقد سنة ويهو قصة كبيرة يعني هو صعب يوصلها في المرحلة طب سيد محمود السؤال بعد كده يعني الديجيطال ماركتينج بسافة عامة يعني شامل ايه؟ يعني هو عبارة عن ايه أصلا بس الديجيطال ماركتينج فروه كتيرا جدا 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 لكن خلينا نكلم مثلا في مصر هو أشهر فرع من أفرع التسوير الإكتروني الاسم العلم بتاعه هو التسوير الرقمي التسوير الإكتروني ده قسم فيه أشهر حاجة عندنا هو السوشال ميديا وأشهر حاجة في مصر فيسبوك ده اللي هو قسم السوشال ميديا اللي هو الإعلام الاجتماعي فيه عندنا قسم مثلا الاسي او اللي هو تهيئة المواقع لمعركات البحث فيه مثلا قسم جوجل آدس كل بقى قسم من ده تحتي برضه تخاصصات كتير على سبيل المثال قسم السوشال ميديا فيه أربع خمس تخاصصات مشهورة منها مثلا تخاصص إرعادة موالة تخاصص كده بتمحتوى تخاصص إدارة الصفحات وهكذا يعني ده كله ديشة تنموناك اللي يجب سيهنا أصلا ان الموضوع هو خاص من فيسبوك لا ده قوي ما جيب زيني أعلامات البيس والإنستا طب الموضوع تبقى كبير جدا طب انت بقى يعني لو حد بقى يعني خلاص النواة دلوقت يتعلم هل اليوتيوب يكفي ان يبدأ بي ولا ياخد كورسة أفضل لا بص يعني أنا كنت عايز أعمل إعلان لواحد صحبي اتعلمت عن طريق اليوتيوب عرفت الاستهداف والكلام ده كله هل اللي أنا اتعلمته ده صح ولا هل كل واحد كالصانع محتوى بيختفز ببعض المعلومات للكورسات اللي بعملها اعتقد يعني ما حدش هدت تقول اللي عنده لا بص مش قصة هو هد اللي عنده او مش هدت عنه قصة ايه يعني اتذكر جملة جميلة جدا لدكتور محمد إسماعيل يقول من كان شيخوه وكتابه كان خطاؤه أكثر من صوابه يعني ايه ما تفكرش ان انت عشان مثلا شفت عشر 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 فيديو في اعلانات الفيسبوك فانت كده خلاص بقت البريمو بتاع الاعلانات الفيسبوك لا طبعا انت يعني لازم تتعلم على ايد حد فاهم في المجال او ان انت على الاقل انت عنده خبرة خبرات كتيرة جدا عملت مثلا بدل اعلان عملت مئة اعلان ومئتين اعلان ومئة اعلان عشان تقول ان انت بيت حد متخصص او حد محترف في النقطة دي وانا بفضل دايما ان انت تخد الله وكده بيه ان انت لو متاح التجربة ده خير وبركة لو مش متاح انت تعلم ايد حد متخصص طب وانت شايف ان رقم بنتين تلتمية ده رقم فالي او انت بتتربيه المسال فعلا لا بالعجز ده رقم اصلا ده رقم بسيط مفهود ومئة ده رقم كبير اهم moss متخصص يعني في برده عندنا مرة المصر لو بيقول لك اعرف كل حاجه عن حاجه ويعرف حاجه عن كل حاجه هأغف Infinity اختم الكثير من المصر مع المصر احلم اعرف كل حاجة عن حاجه عفون اعرف كل حاجة عن حاجه يعرف كل حاجه عن حاجه واحده يعني باختصار اه ان انت محتاج ان انت تعرف خوية معلومات عن الـ SEO شفية معلومات عن الـ Google誘 انت معلومات عن hoje وبعد كده تتخصص في حاجة معينة تتخصص مثلا في الاعلانات المولئة يبقى انت عاد مولئة تتعرف فيها كل حاجة وبنفس الوقت انت ملم بالحاجات اللي بتحوط بيها اعرف حاجة عن كل حاجة و اعرف كل حاجة انا حاجة فانا انصح بقى بالتخصصات بناء على اهتماماتك والشغل في انت محدش ماذا يقول لك والله بص انت عايش تعمل في التصميم عشان التصميم ده بيكسل فيوز كتير عشان انا محمد ابن عمتي و بيشغل ديزاينر و بياخد خمشان في جنيب الشهر لا و انت ممكن اصلا تكون شخص ما معندكش لا روح ولا حسه ولا بتاعف تعبر هو ايو ام هو تصميم ابداع قبل اي حاجة انا ممكن اتعلم بس فين روح الابداع اه ايو ام مش اي حد برضو ممسك كاميرا بمصور فيه روح ابداع في الموضوع لا لازم تكون موجودة في كل الشخص فعلي طيب انا شايف ان دي اسئلة يعني كفاية ان الواحد خلاص بكون عارفها كبداية في المجال ده ولا انت رأيك فيه حاجة تحبه تدفع للناس هو الموضوع بس يا جماعة اللي انا حابب انصح بيه نفسي و انتو كمان ان الموضوع محتاج شوية وقت يعني ايه السفينة اللي بتغير اتجاهها بتغيرش اتجاهها مرة احدى السفينة بتاخد وقت كبير عشان تتغير اتجاهها انت عشان تتعلم المجال محتاج صبر محتاج معافرة محتاج تحضر دورات محتاج تحضر مؤتمرات تشوف فيديوهات على اليوتيوب لا يوجد حاجة سهل الناس الاسف عايز السهل لا لا يوجد الناس يفكر انه هو مجال عشان سوال ميديا و عشان مجال اولاين فخلاص كل فلوسة تنزل من السماء لا ان السماء لا تنتر ذهبا ولا فضة فواحدة واحدة كده و كل حاجة ان شاء الله هتيجي مع الوقت خصوصا المجال اللي ابرك مش مرتبط بمكان مش مرتبط بوقت انت ممكن تشتغل في اي وقت انت عايزه ممكن تشتغل من اي مكان ممكن تشتغل في تخصوصات كتيره فنبرك ده فرصة ممتازة جدا 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 اشتغل على نفسك و اصبر يعني شوية وقت كده لحده بنتخصص في حاجة معنا وبعد كده ان شاء الله سيكون ستيجي في وقتها والله انا شايف ان الفيديو ده انا شخصيا تلاعت مستفيد منه بشكل كبير جدا برغم ان انا حبيته صديفك لان انا بحثت في الموضوع ده على اليوتيوب وشوفت الاس كتير جدا بس ليه اختياري وقع عليك ان انا كلمة وقت وصل معك لان ليه فيه مصدقية ولقيت فعلا انت شخص في المجال ده لان المجال ده مش اي حد فتح الشركة فيه وده كلام يعني حقيقي فعلا والله فانا كنت عايزه معك عشان استفيد شخصيا طريقة ان انا يعني مستفيد من الفيديو انا قصي مش انا بسألك في ايه في الكواليس بقى من خلاص الفيديو ده فانا سعيد جدا بلقائي معك وانا يعني زي ما اعطوكم ان القناة مش تقنية بس اي حاجة انا شايف ان الناس او انتوا هتستفيدوا منها لازم اعملها لان اللي بيعود الواحد الاسر بتاعه الواحد كده كده بيموت كبيرها ستين سمعين سنة بتموت ده لو كملت جمال فانده اللي بيعود العلم اللي الناس بتنتفع به ويعني الاسر الطيب والاسر الكويس اللي انت بتسيبه للناس فانا شايف ان الفيديو ده يعني مهم جدا هيكون مرجع لاي حد حابب بيبدأ على السوشال ميال واانا شايف اللي انا شايف متوفوس الشخصية ان ده تعريبا انجح مجال في جزئيه الش tabernyntere viene انه شايف انه لديك شهار او انو رأيك هل منك لديك شهير لديك اه روح بداية كبيرة. انما المجال ده انت لو تعلمت فيه كويس. يعني انا شايف ان اي حد ممكن يدر اشتغل فيه. وان انت رأيك. هل ممكن فعل اي حد? لا. هو بصف المجال بتاع ده اه صنعة زي صنعة. مم. ليها برضو اداب وليها شروط وليها وقت وليها كزا وليها كزا. وبرضو في بعض التخصصات فيها بتطلب بعض الابداع. في بعض التخصصات مش بنطلب نوع من الابداع. فهو اه. يعني اصلي حتى لو واحد عايز يخش في مجال السوشال ميديا. ويستخدم الانترنت استخدام صح. بدل ما مضايق اوقته على بابجي وعلى دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي. ممكن يعني يخش كده في اي حد. اه طب. ويحاول يعمل او هيشتغل مع اي حاجة. لو يقعد بس معاك كده يركتب له سطح المكتب. يعمل يرفرش كل شوية. بس المهم ان هو قاعد ايه. شغال في المجال. المجال بتاعنا فيه فرص كبيرة جدا 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 جدا. وقليل من الناس اللي في المجال بتاعنا اصلا شغالين بشكل علمي وشكل سليم وكده. فانت لو دخلت تلاقي فرص كبيرة ان انت تشتغل وانت تجيب عمل او ان انت دخلك يزيد عن طريق السوشال ميديا او تسوي الالكتوروان ان شاء الله. فانا شايفة جماعة ان كده وصلنا الاخر فيديو لان كفاية اسئلة عشان تب انت ملم بكمية الاسئلة اللي تم سردها في هذا الفيديو. فاتمنى جوني فيديو افادك وعجبك. فلو الفيديو حاجبك تبع النايك مهم جدا. تشترك في قناته استاذ محمود سعيد قبل القناة انت كده كده مشترك عندي. فهتلاقي القناة في التعليم المثبت وفي حرفيا انا استفدت منه شخصيا. وده اللي خليني تواصلت معاه. لان انت لو دخلت على القناة بتاعته هتلاقي ان فيه فعلا كمية معلومات والله العظيم انا ما شفتها يعني عايز اقول لك انا مش شفتاش مكان تاني انا شفت المعلومات دي ناس بتديها في كورصات. وكمان شفت فيه تعليق تريبا عن قناتك كان واحد ايليك ان المعلومات اللي انت قلتها هو سمعها في قرص كانوظم 3000 جنيه. على احد تعالز في قناتك على ما اتذكر. ففعلا المعلومات انت فعلا ربنا يباريك لك انا مساء حسانتك ما تبخدش على حد المعلومات. وده يعني شيء مميز فيك. فاتمنى لك التوفيق والنجاح في حياتك المستقبلية بقى في الشغل وربنا يوفقك ربنا. فبس كده هديك لكل حاجة بديه النهاردة. هاتمنى جولي فتحفيتك وعجبك لازم يعني تشارك في قناة سوز محمود مهم جدا. تشارك برضو في قناتي يعني خليها عليك عشان برضو اكيد هفيدك بقى اي حاجة تاني يعني نفع واستمر. بس كده. وكان عادة يا شبابين اتقابل ان شاء الله فيديو جديد. ابدأ ان شاء الله صح واستخدم الانترنت استخدام صح. السلام عليكم. السلام عليكم.